اشتركوا في القناة هجدك ضربة في قلبك يا جاد هو انا اللي كنت قلقا عليك طلعت برد ورخم وانت ملك اصلا هروح فين ولا عمل ايه خليك في نفسك يا اخي لا ده انت كده تجن انت رسمي بتكلمي نفسك لي يا هابلة مفيش لا فيه ايه الورقة دي والشنطة دي فيها ايه دي حاجات اللي كانت في الحورة جاد باعتهم جاد اللي انقاذك صح هو باعت يقول لي ما رحش الحورة تاني وانه مش منها طفل خير والله خير ايه بس بقولك ده تاجر مخدرات انت متأكدة هاا سمعت وبقول لي واحد ان البضاعة معاه وكمان لما محسن خطفنا كانت البضاعة معاه فعلا وهو اللي سلمها المحسن طيب معاك دليل نروح نقدمه للشرطة لا طبعا بقولك كنت مخطوفة هجيب دليل ازاي يعني طب خلاص بقى انسي القضية دي بقرأ كده هيقع في شرق عملهم انت صح وعدت الايام وانا كملت حياتي وبعد شهر عرفت بالمصادر في الاسم ان في قضية قتل كبيرة ست قتلت جزها رحت واخدت مصور معايا عشان احقق في القضية واول ما رحت الاسم طلبت بدي الزابط ان انا عايزة قابل المتهمة وبالفعل وافق ممكن اصور معاكي اه ممكن بس عايزة رجي الاول نعم رج هي ستنتي وانا بصورك مع جويل ده انت قتل جوزك عايزة نطلع معاكي وانا متبهدلة كده فين بتاع المكياج يجي يصلح مكياجي اما ست غريبة بصحيح خلاص مش هصور انا حرة لا لا استني بصي انا فعامك كل حاجة انا مش مزعي ستي انا بس صحفية هسألك كم سؤال والمصور هيصورك عشان النشر برضو من حق ازبط نفسي هيو بقى عند انا شكلي مش هخلص منها رحت فتحت شمطتي وطلعت الرج بتاعي وبودر ومسكرة اتفضلي يا ست الكل زبطي نفسك واخديهم مش عايزهم تاني فين البلاشر من ياختي؟ البلاشر ده انت حتى مفيش هايلايتر لا دي هبت منك على الاخر ايا ولية مفترية انت لسه قتلى جوزك وعايزة بلاشر وبعدها دخل الضابط على صوتنا ايه؟ في ايه؟ الولية دي عايزة بلاشر وكمان ممنعات يا بنتل هقال لها كده ورح ضربها على قفاها ايه ده؟ هي حضرة الضابط دي مش ممنعات ام الايه ده؟ ده ميكوب بقولك ايه؟ انا مش نايز جنان ايه مش اطلع بره؟ لا لا خلاص قل لها بس تصور عشان ميطلع عيني خلاصة باشا هصور والله وانا سكتة جدعة يلا نبدأ بسم الله قولي لي اسمك ايه؟ ززة وده من ايه ده ان شاء الله؟ او انت اللي بتستزراه فيه؟ ما تقولي اسمك الحقيق يا بنتي افضل تكتبوه زين الف اه اسم مختصر بقى وكده ايوة يا اختي معكش سجارة؟ لا ما معيش معك يا مونير؟ اه 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 وفعلا خدت من مونير السجارة وبدأت اشرف فيها ايوة مخمخي كده يا اختي خدني اي من الرجالة غير حلاقت الدق لقيتها دحكة دحكة مش تمام؟ وقالتلي على رأيك عيب نتكلم بجد بقى شوية ليه قتلت جوزك؟ كده ايه السبب يعني؟ من غير سبب يو ازاي يعني؟ هو ضربك؟ ما يقدرش يمدي ايده عليا يبقى اكيد خانك ده موقوس الصراحة ما خنيش يوبقى طب ايه اللي حصل؟ عمل لك ايه عشان تقتليه؟ كان كل شوية يطلب مني طلبات اه الطلب منك تبيعي في الممنوعات صح؟ لا ايه يا اختي ده الراجل ما كانش بيشرب السجارة طب ما تقولي يا ولية قتلت الراجل ليه؟ كان بعصابني كل شوية هاتي شاي اعمليلي ساحلب لا انا عايز النار ده كشري لا انا عايز منبار ارافني كل شوية طلبات طلبات هي لهوي يعني قتلت الراجل عشان الساحلب يا مفترية؟ اه ما انا ما بحبش الساحلب هي ساتر يا رب كملي حصلية من القتل في اليوم ده كنت مخنوقة قال لي عايز ساحلب قلت له مش هعمل ساحلب زن علي وفضلي زن امت خبطته بالفوز على راسه واقع سيح في دمه اسكت انا؟ لا ودي تيجي برضو رحت مسكت السكينة ودربته في قلبه كذا طعنة لحدا ما خلص في ايدي اوبا طب و بعدين رحت رايحة المطبخ وجبت كياس زبالة وقطعته فيها خد مني كده يجي ست ساعات اوه بطني قلبت علي كملي يا اختي بعدها مسحت المكان عشان يفضل نجيف زي ما هو وانزلت رميت جيتته في كل حتة شوية اهو الكلاب تستفيد طب و ازاي عرفه؟ اصلي ما كنتش عارفة حط فين الراس فقلت اتفنها ما اكرم الميت دفنه برضو اه لا وجيت نظر برضو تحترم افشوني بقى من الراس الناس بلغت البوليس وبعد دحق البوليس عارفوا اننا اللي قتلاه طب انت ندمانة يا ززة لا اصلي خلق دي او مش مستحملة بصراحة اي ضغط نفسي حقك يا اختي رجال هام اه مانا برضو بقول كده بس اقولك حاجة انت قلبك طيب قوي عشان مارضتش تعمل اي حاجة في راسه لا ما هو ما هنش علي برضو اهو يلا في الاول وفي الاخر محدش بياخد اكتر من نصيبه على رأيك فرعية الله وبعد ما خلصت معاه الحوار روحت على البيت وبعدها بيومين بعد ما خلصت شغلي ورجع على البيت سمعت صوت عربية معدية بسرعة واثنين نزلوا منها وحطوا حاجة على بقي وبعدها ما حستش باي حاجة اول ما فقط لقيت نفس فشقة وشكلها قديم ومتبهدل هي يا دي نيلة هو انا كل شوية تخطف ده مش اسلوب ده هي ناسيا اللي هنا هي ناسيا اللي خطفني حد يعبرني ويقول لنا مخطفة ليه هو انتم مفيش وراكم غري هو انا الهافق بتاعتكم وبعدها الباب اتفتح ولقيت اللي دخل علي محسن ازايك يا راجل ليك وحشة والله انت بقى ما وحشتنيش هقالله طب بدل ما انا ما وحشتكش بتخطفني ليه عشان اقدر اخد حق من جاد والله يا اخويا اخر مرة شفته كان في المستشفى بعد ما انت ما خطفتني وضربته بالنار ما انا بعتله وقلت له انك هنا وهو اكيد هيجي هو مين قالك بس انه هيجي جاد مش بيقيتقني ده مش بعيد يقولك اقتلها خلاص يبقى اقتلك احي طب وهتستفد ايه لما تقتلني انا مليش دعوة بالعدوة اللي بينكم هي بقى كبرت في دماغي وعايز اقتلك استهدى بالله بس يا استاذ محسن الكلام اخد وعطى خلي خلقك استريتش كده ما يبقاش كنز طب بص انا ممكن ادفعلك فلوس وتسيبنا امشي طب والله فكرة برضو تدفع كم في حياتك 999 جنيه هدي الفلوس اللي حوشتها من مرتب 3 شهور كان نفسجين مسكرة من النوع النضيف بس يلا ان شاء الله ما حد حوش خدهم وطلق صراحي ربنا ما يوقعك في ديقة يا رب انت عبتها يا بتنتي هو ده المبلغ بتاع حياتك لا اما انا ما استهلش اكتر من كده انت عارف انت لو خطفتني وجيت قلت لامي هتفرح وتعمل فرح بقولك ما حدش طيقني في الكوكب ده يا شيخ اعمل فيك ايه افضي ام الرصاص ده في راسك طب والله الرصاص خسرة فيه سيبني بس امشي وانا هنسى اني شفتك خالص لا مش هتمشي ويا خلاص كبرت في الماغي وحق لازم اخده من الوات جاد الله يقتع جادوس لني الصودة وانا ما الاهل بجاد ولا ما جادش انا معرفش عنه حاجة طب سكوتي بس لحد ما شوف ايه اخرتها ولو كده ما قدميش حل بقى غير ان اقطعك وبيعك قطع غيار احيه قطع غيار ايه بس يا عم هو انت فكرني عربية يعني هاخد اعضائك حلوة وانبيع عالناس محتاجاها اوه اذا كان كده ماشي بس بقولك اهو انا كل اعضائي بايزة اخراسة يا بيت هموت وانا سكتة يعني مش كفاية انك خطفني وانا على لحم بطني انا جعانة مفيش اكل طب بقولك ايه وحيت امك خدل تسعبية تسع وتسعين جنيه من الشنطة بتاعتي وهتلي وجبتين ماك ووحدة بيت زهط حتى عشان لما تيجي تبيع الاعضاء بتاعتي يكون فيها النفس كده لا وثكتم شوية الله يخرب بتراغيك طب بحية ابوك انت شكلك طيب خالص طب بص هتلك اكل ونكل مع بعض اهو يباعشوا ملحة قبل ما موت خابر انت في اوروبا والدول المتقدمة العصابات بيسألوا الناس هيكلوا ايه قبل ما يموتوهم بجد اه ازا ما بقولك كده ها هنكل ليه بقى باشا ما ردش علي وسبني وخرج وانا بقيت قاعدة مش قادرة جعانة ومرعوبة وفي نفس الوقت مش عارفة مين اللي ممكن يجي وينقذني القدى مفهاش ولا شباك والباب مقفول بالمفتاح معقول معقول جاد ممكن يجي ينقذني المرة دي كمان والحلقة لقيتنا عايزيني في الحلقة اللي جاية اشتركوا في القناة